اشتركوا في القناة 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 بقناة اشتركوا في القناة 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 نافتنا فنزونا في الأخرى بحادجة الكبرى وفاتمة زهرى بحادجة الكبرى وفاتمة زهرى وليشي بالمالا والاتفيالك خيو تلك المولى سيداتون الكبرى وبيخاقي سبطان لنبي نور العين وليجاه الأمن إنهم بالأدرى سعدنا في الدنيا وزونا في الأخرى بحادجة الكبرى وفاتمة زهرى سعدنا في دنيا وزونا في الأخرى بحادجة الكبرى وفاتمة زهرى بحادجة الكبرى وفاتمة زهرى وبذات العلمين عائشة نور العين زوجي خير الكونين إنها بي أدرى وباقية الحسوى طيبة الأعراض بحادجة الكبرى وفاتمة زهرى سعدنا في الدنيا وزونا في الأخرى بحادجة الكبرى وفاتمة زهرى بحادجة الكبرى وفاتمة زهرى بحادجة الكبرى وفاتمة زهرى بحادجة الكبرى وفاتمة زهرى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو بذلك رحمته ورعفته اللهم بحرمته هذا النبي الكريم وآله الطاهرين وأصحابه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته وأسترنا بذير خرمته وحشرنا قطن في زبرهته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونسرته وأحينا نتمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته وأمتنا على حبه وجماعته اللهم دخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في كسورها فإنه أول من ينزلها ورحمنا يوم يشفع للخلائك فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد رسنا اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا وصلت بماء التوبة ذنوبه وسترتبرداء المغفرة عيوبه اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوسول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى وسنه على ممره الدهور اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين وللعمائك شاكرين واليوم لقائك من الزاكرين وأحينا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخزولين واختلنا منك بخير أجمعين اللهم كفنا شر الظالمين وجعلنا من فسنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسكنا من حوض محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نزمأ بعدها أبدا واحشرنا تهت لوائه ودا اللهم اوفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولما أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك كريم مجيب الدعوات وقاد الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والفاتحة الصلاة الرحمن الرحمن الرحيم شكرا للمشاهدة 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 إِذْanoَاهُ وَلِمَيَّ شَиля أُوَيْ عَرْضًا سوى الأط erfolgre سوى الأطابية ثوى الأطابة صلى الله عليه وسلم مَنْ ظَلَّذِیْ وَأَنْ ذَنِهُ يَسْفَعْ وَعِنْ ذَنِهُ إِلَّا بِِذْنِهِ الله memberikan kita syafa'ah بِقْوَاتِيهْ وَحَوْلِهْ وَبِذَاتِهِ حَلًا قَالَ لّهُمْ ذَنِهُ وَأَنْخَانَ جَسْفَانَهُ إِذْنِهُ وَأَنْتِهُ مَمْ اَنْ ذَنِينَ يعني ketika seseorang itu mendapat izin dari Allah, maka bisa melakukan syafaat, kayak ngerti loh mahfud, banyak orang orang-orang sana yang gak pati so ngaji dari Nabi itu gak ngerti loh mahfud, karena loh mahfud itu menal setengah sangking bareng apa apapun hebatnya makhluk itu gak akan ngerti bareng, itu benar tapi itu salah, benarnya memang seperti itu, kalau Allah persa loh mahfud itu bila dihiwa karena Allah itu tapi bukan menafikan kekasihnya melihat, bedanya ini karena diberi hak izin oleh Allah makanya disebut Allah itu yang ngerti sesuatu yang goib, termasuk Allah mahfud kemudian barang goib ini tidak pernah dingertikan kepada siapapun, tapi tetap ada istisna kecuali orang-orang yang dapat rituanya Allah faham ya? tapi orang-orang yang gak pernah ngaji itu ngiranya asal makhluk apapun hebatnya gak akan ngerti loh mahfud itu keliru, yang benar adalah persa loh mahfud yang dihati memang hanya Allah s.w.t tapi tetap Jibril tahu utamanya Rasulullah Muhammad tahu tapi biiznih ya apa? ya itu jenisnya fala yudhiru ala khuybihi ahaddan illa manir tato merosul faham ya? sama misalnya saya punya makanan kalau saya makan itu gak perlu pamit tapi orang lain yang gak punya tentu ya bisa saja boleh tapi biiznih dengan izin itu kan normal dari segi faham ya? orang yang punya hak tentu itu kemudian orang mau pakai yang gak ikut punya tentu biiznih ya sama Allah dan Rasulnya seperti itu kalau Allah melakukan apa saja itu biiznih karena Allah adalah yang punya segalanya tapi kalau Rasul punya otoritas seperti syafaat melihat alam khuyb itu biiznih apa? biiznih dengan izinnya disebut dengan surat ayat kursi apa? siapa yang bisa memberi syafaat di depan Allah kecuali orang-orang yang dapat izin itu menunjukkan kalau Allah tetap memberi syafaat kepada Rasulullah karena istisna itu gak ada gunanya ketika nyatanya gak ada orang yang dapat izin faham itu bukti bahwa nanti akan ada orang yang dapat izin memberi syafaat ya tentu itu Rasulullah s.a.w. Allahumma da'awwa bukhurmati hayatan Nabi Al-Karim sebab mulia'ano'iki Nabi Karim wa'ali'i tohirinan keluargani Nabi Seng Suci wa'asal bisalikim dan sohabatin Nabi Sengambah ala man hajil qawim ini juga pembeda antara kita dan siah kita akan selalu mencifati ashabah Rasulullah kita sifati apa? as-salikin ala man hajil qawim kita akan selalu sampai ketemu Allah s.w.t kita akan selalu apa? menstatuskan sohabat as-salikin ala man hajil qawim orang yang selalu meniti atau mengikuti jalannya Rasulullah s.a.w. sementara kalau siah mengatakan sohabat banyak yang mal'un karena dianggap balillah dari kanjeng Nabi itu tidak benar kita tetap mengikuti mata bapak ahli sunnah wal jamaah dimana status sohabat bapak as-salikin ala man hajil qawim ini yang seperti ini yang ditanamkan Sayyid Muhammad Habib Umar Hafid Habib Ali Al-Hafsi semuanya Sadatun Al-Qiram Minal Alawin maupun Hasaniin semuanya yang ahli sunnah wal jamaah pasti menghormati sohabat itu juga guru-guru kita mulai mbah mun bapak semua guru-guru kita pasti kalau nyifati sohabat as-salikin ala man hajil qawim jadi ini kata pembeda juga sohabat itu siapa as-salikin ala man hajil qawim orang yang selalu meniti perjalannya Rasulullah sallallahu alaihi wassalam is'al kulaturi damal pancina ngana ingkita minikhiyari umati sangi umat pilihan was turnanan kulaturi nutupi pancina ngana ingkita bideh dihormati kelawan tutupkan yaiku kehormatannya kanji nabi semoga kita nanti kesalahan-kesalahan kita ditutupi Allah mereka dua nabi yang sangat terhormat artinya Allah tidak mempermalukan kita bukan karena kita tapi gak ingin memperlaku mempermalukan ketuanya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wassalam jadi ajarannya itu dua sama cuma Allah itu itu anak buah kanji nabi 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 maksudnya pantesan nabi 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 tidak ikhlas nabi 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 سيد من كانت على جلا könnten أمد نبي 말씀 خالبنا مouchedنก fezpsنا سيد من خالبنا سيد من قلها كلما أثنين وقصلنا لقد كانت على الموجه دون تم أبس هافته وقالوا للبطرة أيضا لك كانت لخالبك أن تعمل صعمن قطع فسبابهم سيد النزيد والسيد لعطب التعلم فالله تعمل في عطبنا louder سان كيطة ، تلسان كيطة ، سيقونا ، دراتينا ، فهمت ذكيه ونسراطيه بالنسرطي في مجرد ومجرد 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 ومجرد